الناس حتى يكون فعلا عندنا أكل منظم صحي في البداية كان الأهل يشتكون من عدم تنظيم الأكل أو عدم قدرتهم على السيطرة يعني على الوجبات لأن الطفل يقضي من 5 إلى 7 ساعات خارج المنزل وأن الأكل في المدرسة غير صحي كنا نسمع من الكلام هذا الحين الأكل صار كله في البيت ما صار فيه وجبات خارجية ومع ذلك لا زال الأكل من خارج البيت لأن الأهل صار تركيزهم الأكبر أنه ما يصير فيه المشكلة التي حتى الوزارة تتكلم فيها الفاقد التعليمي وهم يعودون نفس يعني استحال أن نوصل لنفس التدريس الذي في المدرسة لكن يحرصون أنه ما يصير فيه فاقد التعليمي كبير فصار التركيز الأكبر على الدراسة بغض النظر عن الأكل يعني تلقى الحين بعض الأطفال النوم تلخبط عنده الأكل تلخبط عنده تلقى يصحى على أول درس ما أكل التركيز معدوم أو شبه معدوم إما بسبب الجوع أو بسبب النوم أو التشتت للتركيز اللي حاصل بسبب اللخبطة هذه اللي صايرة في الحياة المناعة يعني إن شاء الله ولله الحمد للأطفال يعني تبارك الرحمن مناعتهم في الغالب قوية يعني يعني ما نركز على النقطة هذه أكثر ما نركز عليه وموضوع التركيز اللي ممكن أنه يحسن من الأداء التعليمي أو التشتت لا سمح الله اللي بيأثر أيضا على التركيز ويخليه في مراحل مخفضة هل الأكلي ممكن يأثر على تركيزي؟ طبعا يعني بلا شك إذا شخص الاستصاحي من النوم يعني عمليات الحيوية في الجسم التفاعل والتواصل مع المدرس أنا قلت لني في اختباراتها طبعا يعني عقل نشجع للطلاب والطالبات حتى مو بس الصغار يعني نتكلم حتى طلاب والطالبات للجامعات طبعا طبعا يعني عندك ذاكرة عندك عمليات حسابية استذكار أشياء معينة فيه شغلات كثير كلها يعني تبدأ من موضوع التركيز التركيز لها عدة عوامل يعني التركيز هو أفضل ما يمكن أن يساعد الشخص على أداء عالي والتشتت هو أكبر عدو للطلاب فبالتأكيد يعني إذا الشخص على سبيل المثال كان جايع تركيزه منخفض أو أكل أكثر من الاحتياج أيضا صار تركيزه منخفض لأن خلاص الدم توجهه بشكل كبير العمليات الهضم وأهملنا موضوع التركيز أو العطاء الدراسي فبالتالي تنظيم الوجبات مهم جدا أن الطالب يأكل احتياجه ما يأكل أكثر منه طيب لازم خلال فترة التدريس اللي تستمر لست ساعات يكون فيه على الأقل وجبتين يشرب احتياجه الكافي من الماء الخضار الفواكه فيكون فيه يعني وجبة مردية خلنا نشرب كافي ولا شاهي تمام ويضرب الكافي الشاي ويركزها عشان صح صح وركز هل هذا صحيح؟ صحيح بس يعطيك تركيز خلنا نقول لك مضلل تركيز الفترة معينة بعدين يرجع الجسم ينزل تركيزه مرة ثانية لذلك نحن نبغى تركيز طوال فترة الدراسة نعتبرها كأنها مدرسة يعني حتى في بعض الأهالي صاروا يسوون لأبناء هم نشاطات كأنه في فسحة يطلع يمشي في الحوش يعني يحاولون أن يسووا لهم أجواء يحاكون فيها أجواء المدرسة عساس أن الشخص ما يصير تركيزه منخفض بالتالي يصير أداء منخفض جميل طب